موسيقى 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 هنا يمي عائلتهم بعد عليهم. دكتور ماركم ترون فلاسي ولا العائلة. نعم. آآ هذا كما يقولوا بالبرنامج آآ كالتالة استعجل. عنا تاني كذلك سؤالكم علينا هذا اللي نقدمه نهار بنهار خطاش عنا عدة برنامج اللي نقومه بها. ما نقدروش نقومه بنشاطه وحتين شهر مالا الفضيل. عنا كذلك الاطعم آآ عبر السبيل في في فيو كوبا ندري ما اطعم عبر السبيل آآ هذا الاطعم نقدمه آآ ميتين وجبة يوميا هزي الميتين وجبة ليكونوا الناس يحد المية ومية وخمسين ليكونوا مريحين في في المائدة. وخمسين ستين ليدوا معهم كالناس لي آآ يدوا امبورتي معهم ما يقدروش يكونوا معنا في. ممكن لخدش العائلة كبيرة لازم بش يدي للعائلة ممكن. يكونوا خمسة افراد ما يقدروش يدحو في في طابلة وكان حنا تانيك احترام من كرامة احترام لكرامة الجزائري والجزائرية. طبع. اللي نخلوهم في ارتياحية تمو. وحنا هادا دورونا كمجتمع مدني. نكمل لك في البرنامج اللي عندنا تانيك برنامج خيطان جمائي ليكون الخيطان هادل عام رح يكون ما كان يحفلاني ولو كان هادل عام. احنا نتكفلو بخمسة وعشرين اه خمسة وعشرين محتة ان شاء الله. لنختنوهم. نشرو لهم كامل المستلزامات لي محيو يحتاجوهم في الخيطان. آآ ندوم لك لينيك نختنوهم ان شاء الله. ونشرو لهم كامل اللي باصلوا مستلزامات. آآ هادل عام الله خالب ظروف صحية صعبة لنتنورو بها. ما تسمحناش آآ باش نكونوا في حفلة ولا. مهم كدلك حنا نضراهم الحفلة ولا احنا مادا بينا لنشروهم شيء اخر باش نعونو ناس محتاجين. هادل عام بلي سنة الفين وعشرين. الى كانت الفين وتسعة عشر عندنا ميتين عائلة نتكفلو بيها. سنة الفين وعشرين كانت لحقة تلتة ميهواش. الفين وعشرين اللي لحقنا اكتر من اربعمية وعشرين ميلة في الارهاو. متواجد ميلة في الارهاو عندنا في المقرة الجمعية. حنا كان مجتمع مديني. هذا يبقى دائما حنا دورونا هو دور تكميل لسلطات المحلية. حنا ما نقدروش ان اي واحد اللي يجي لنا نتكفلو بيه ولا. حنا دور تعني حيكون. رغم رمضة وصل. حنا دور تعني يكون تكميلين. نساعدوه باش نقدرو نساعدوه باش عندنا نساعدوه. ولكن الحمد لله. وبالنسبة لقفة رمضان اسكدرتو تحدي قبل شهر رمضان. ولا باش قيل كين عدد معين حتوصلولوه. وش هو العدد دجال اللي وصلتولوه. احنا في موضو بداية شهر رمضان. قبل لا فيك. موضو بداية هدسة. احنا في في. احنا رمضان نخدمولوش فيش شهر رمضان الفاضل. احنا نخدموه تلت شهور ولان اللي بدون نوجدو في البرنامج تاعيو سعيب شي باش توجدين في خمسمائة قفة ولستمائة تقفهم. احنا كن هدف تانا نقدموه اربعمية عشر لقفة. ولكن اه مازال شهر رمضان الفاضل. مازال عندنا تانيك يومين راح نكون يوم السبت والاحد متواجدين في مركز تجاري اللي احنا نقومو في جمع التبرعات. اه مازالت الكائن المحسينين اللي مازالهم يتجاوبوا معانا. لهدف تانا مازال منحقنا لهش اللي احنا حبي نقدموه اربعمية عشر لقفة ان شاء الله. مازال منحقناش والمحسينين راح نبلغوا الهدف ان شاء الله. وتانيك بفضل كل شباب اعضاء الجمعية اللي راهم جاهدين يقدموه في افكارهم في وقتهم في مجهوداتهم في سبيل الكل محتاجين. ذنك الحاجة بركري طلع المورال حتى ولكن انتم ممكن ما وصلتوش للعدد اللي لكم حابينه. كان جمعيات اخرى لها تعمل بنفس المنوال. ممكن وصلت العدد وفاتاتون ذنك انتم الهدف كأنه الناس تستفيد من الخير. ذنك معنا وصلتم ما وصلتوش. المهم الخير وصل الغاشة. ذنك سوى على طريقكم سوى على طريق جمعيات اخرى. هذه الحاجة الايجابية في الموضوع. ذنك بالاضافة اللي برنامجكم الرمضاني تانيك ذوك على العام تقدموه دروس دعم مجانية. نعم. ناك اسكو شكو اللي قوم بهذا الشي كيفاش عاكم تديرو وكيفاش الواحد اصلا باش ينخارط اهلا طينيك احد التفاصيل المدى بك. اه منذ تأسيس جمعية سنة بالخير اه لسنة الفين وسبعتاش. احنا فكرنا كاعضاء مكتب اه جمعي مكتب تنفيذي. اللي نقدموا دروس تدعمية مجانة للطوارين الابتدائي والمتوسط. في اواخر السنان اللي نقدموا ثانية كذلك. اه لمقابلين اشهدات الباكالوريا. اه احنا كدورونا كمجتمع مدني. هناك اه هناك عائلات اللي ما تقدرش تغطي كامل. تشتغطي نشوفوا بليلي كور برا. كان بعض الامنا. احنا ما نقولوش انتهازين ولكن نقولوا بلياربي هديهم كان بعض يدروا مادة ولا يحسبوها تلتمية الاف للساعة متين الاف. اه كان الناس محتاجين يحبوا. يحبوا يقراو. ولكن ما يقدروش يخلصوا هاد الكل هاد المواد و هاد دروس. اهنا فكرنا كدورونا كمجتمع مدني نقدموا دروس دعمية مجانا لطوري ابتدائي والمتوسط. حنا ثاني كنشوفوا داوي الدخل الضعيف. هما لن. هما لن حكم. اه. الحمد لله عندنا قسم خاص بجمعية سنة بالخير. هناك اساتيدة من خلطين هما اعضاء جمعية سنة بالخير. يعمل هما اساتيدة. كانت تقريب اكتر من سبع سبع اساتيدة اللي هما. يعملوا بشكل تطوعي. هما يعملوا بشكل تطوعي. بشكل نظامي. متطوعين اللي هما. هما اللي. قايمين على تلاميذ. ولكن تلاميذ هده ما ماشي نقررهم فقط. لا. نعلموهم نروح لعمل. اروح المواطنين اللي عموهم للعمل التطوعي. نشار يصحب البيام شاركون في اعمالنا الخيرية. مه. بش يتربوا على العمل التطوعي والعمل الخيري. يشوفوا بلي كان هناك جمعية وقفت معاهم. هما يقرأوا. حرح يكبروا على هده المنوال. ويعاونوا ناس وحده اخرين كيكونوا يوصلوا الجامعة ولا يوصلوا. حي انا لبالي بلي عندي شيء كبير. ليره هدوم حين خارطوا في جمعيات. ورح يقدموا مساعدات كبيرة للمحتاجة. جسما يعني ما كونش تقدموا بارك دروس الدعم. انما دروس تانيك باش تنجو جيل محب للخير في المستقبل. ذونك احكي لي كيفاش بيلال في مسيرتك كامل مع العمل مع الجمعية. اسكو صالك موقف هاداك اللي اثر فيك وابقالك لاصك هكا في راصك. اه اش هنقول لك بلي تحت في عدة مواقف. احنا في جمعيات سنة بالاخر عندنا قافلة او قافلتين في السنة. اني خرجوا الجنوب للشرق ولا غرب الجزائر. اه هبطتنا الى الجنوب الجزائر اللي هناك ناس اه احتياجاتهم بسيطة جدا. احتياجاتهم رغم المعاناة اللي عايشين فيها. رغم اه رغم الظروف اللي ما تسمحش ما تسمحش اللي رهم عايشين فيها. ولكن يطلبوا غير. شو في تحت في موقف هنا ما نقربش عليك تحت. دخلت في داخل دخلت اه عائلة لأب اه هو رفض ربع ولا ربع زجب عنده ربع دلالك زجوية زجنسة زجرجال. في ربعة واحد فيهم ما ما يمشي. في ربعة في كامل في ربعة واحد فيهم ما يمشي. زوج رجال في كامل في بيت وزوج النساء في بيت وحدهم مكفوفين ما يمشي. طلبت منه قلت له وش طلب? قال لي نطلب آآ قال لي نطلب لهنا وجيب لي شعره يطعب لك. هده وش نحب في حياتي. ابا قلت لي انا انسان شفته طلب مني هات شي شغل آآ. احنا جي طلبي مني يقول لك شغل آآ يطلب منك اشياء اللي ما تجيش في عقلك. ولكن يطلب منك شيء بسيء بسيء. اشيء بسيء بسيء. وراه عايش في نعمه ويحمد الله سبحانه وتعالى على الظروف يا راهو فيها. احنا ليما نقضوا هدك هدك المكان اللي يكون فيها ولا كيفاش راهو المعيشة عايشينها. احنا الحمد وربي صباح واشية. هده هو العمل الجمعوي. هده. انا ما نقدمش عليك الاخت باللي نديم معي اعضاء الجمعية في قوافل بش يشوفوا الناس. بش يشوفوا الناس كيفاش راهو عايشين بشي. الحمد وربي اللي مش عليهم معيشين. ايلا يقول لك بلي انا راني عايش في الديق ولا ما ريش ناكل الله. كين هناك عائلات اللي رحهم الى بلك يفطر ما يتعشاش ولا هو الهم هو الواحد ما رحوش ماكلها فقط. مهم. كين الناس اللي ما تقدش ترقودي لا سبت اشتاتبات للكامل هي قادة. كين الناس اللي راه يحدل الان ما زلها تقرب على الشمعة في مناطق الدل. احنا دورونا كمجتمع مدني. لازم نشوفوا هده لازم نشوفوا ما بش نبعت انا شباب معايا يروحوا لمناطق الجنوب ولا الشمال ولا غرب البلال الجزائري. راح نشوفوا تقاليد انا راح نشوفوا كذلك الناس اللي رامي كيفاش رامي عانيوا. والحمد كاش اضافة ولوش هي رسالة حبيث تصلها المواطنين. احنا نقولوا بلي احنا نعرفوا الشاب الشاب والشابة الجزائرية بلي محبين العمل الخيري محبين العمل تطوعي. نختلموا فرصة في هذا الشهر رمضان الفضيل. اي انسان او اي شاب او شابة تكون عنده جمعية او مجموعة يختنم الفرصة يقدم مساعدة اه هذا الشهر الفضيل فيه البركة فيه ال اه كم يقولوا فيه الحسنات. انسان نختلم نختلم الفرصة اي جمعية او مجموعة او الجناتحي او جمعية بلدية. انسان يختنم الفرصة يقدم ولا شيء يقدم بمجهوداته. اه مش لازم يكون يقدم ماديا. يقدم مجهوداته فيك بالمجهوداته. يقدم وقته. يقدم افكاره. جسد في ارض الواقع. اي ان كان الدعم ما يعتبر دعم مسوى مادي معناوي حتى بالمجهود. اعطيكم الصحة على كل المجهودات اللي يديروا في هذا. كان معنا بلالة توتي رئيس جمعية سنة بالخير. اعطيكم صحة على حسن الاسغول متابعة صباح رمضان تحياتي لكل من من لطفي في الاخراج وكذلك نسرين وانا صرا في احد الانش. جو راديو اول راديو ديجيتال في الجزائر تبعونا على الابليكاسون ديالنا جو راديو ولعلى الموقع الاليكتروني روا ووو Universe راديو